رحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول التجاري والفندقي أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة سكرتاريا باللغة الإنجليزية الصف الأول طبعاً إحنا كلمنا في الحلقة السابقة نتذكر كلنا عن وسائل السداد النقدي للديون طبعاً بعد ما كنا تناولنا بالتفصيل كشف الحساب عرفنا إن في وسائل لسداد الديون وعرفنا إن في عندي نوعين من وسائل سداد الديون السداد النقدي والسداد الآجل طبعاً أنا عندي وسائل للسداد النقدي وسائل تانية للسداد الآجل نتذكر إن وسائل السداد النقدي كانوا وسلتين وقلنا إن كلمة نقدي غير كلمة نقداً عشان نخلي بالنا من المصطلحات كلمة نقداً كنت باستخدمها للتعبير عن الكاش فقط كالنقدي بتشمل نوعين من وسائل السداد السداد النقدي نقداً بواسطة الكاش وده بيبقى مقابل إيصال وفي وسيلة تانية وسائل السداد النقدي هي الشك أو الشيكات اللي بتتعامل مع حساب البنك كلمنا عن الكاش ريسيت الحلقة السابقة بالتفصيل وعرفنا الكاش ريسيت إن ليه طرفين نتذكر إن كان فيه كريدتور اللي هو الدائن أو البائع وده صاحب الدين اللي ليه مبلغ معين وبيبدأ إن هو يقبض المبلغ نقداً فبيوقع إيصال وبيدي الإيصال ده للشخص اللي دفع اللي هو المدين اتفقنا الطرف التاني طبعاً كان الداتور اللي هو المدين وده كان شخص عليه دين بمبلغ معين نتيجة لشراء بضاعة نتيجة ليه سداد دين معين مبلغ مستحق من كشف حساب سابق وهكذا كان دين عليه بأي طريقة من الديون اللي بيتحملها المشتري وبيبدأ إن هو يدفع كاش ومقابل الكاش كان لازم ياخد مستند يدل على سداده والمستند ده كان هو الريسيت أو الإيصال الدرديشن الحلقة السابقة كمان كان فيه بعض الوقت المتبق في نهاية الحلقة كلمنا فيه عن الشك الشيكات الشيكات هي وسيلة من وسائل السداد النقدي كان وسيلة تانية لوسائل السداد النقدي لكن طبعاً كانت مميزة شوية عن الكاش ريسيت الكاش ريسيت معناه إن أنا معايا مبلغ مقدي في خزينة المحل وببدأ إن أنا أدفع منها المبلغ المستحقة علي في حدود مبالغ محددة أفضل المبلغ بتاعي كان كبير أو أنا ما بفضلش الاحتفاظ بمبالغ في خزينة المنشأة هبدأ أتعامل بوسيلة السداد النقدي التانية اللي هنتكلم عليه النقدي بالتفصيل اللي هي الشك أو الشيكات طبعاً الشيك دايماً أنا ما كنت بسأل حد من الطلبة بتوعنا عن الشيك يقول يا مستر الشيك ده دايماً ما فيش حد اختلف على الإجابة بيتصرف منين؟ تصرف من البنك لكن قصة الشيكات اللي هتتصرف من البنك دي عايزين نفهمها كويس أولاً مش أي حد يقدر يسحب شيك وقلنا كلمة يسحب يعني يكتب شيك ويوقع عليه عشان كلمة سحب شيك تم سحب شيك ومصطلح الساحب مش عايزين دماغنا تفكر ان ده الشخص اللي بيسحب الفلوس لا خالص نركز كويس في المصطلحات وفي أطراف الشيكات عشان الموضوع يبقى بالنسبة لنا بأمر الله موضوع بسيط جداً ببساطة قصة بتتلخص في شخص لي حساب جاري في البنك وخلي بالك من كلمة حساب جاري لأن بعد ما نتعرض لأنواع الحسابات بأمر الله في الصف الثالث بأمر الله هنعرف أن في أكتر من نوع من أنواع الحسابات في البنوك الحساب الجاري هو الحساب اللي بيتيح لصحبه السحب والإيداع باستمرار في أي وقت وده بيبقى هو الشخص اللي البنك بيتجيله دفتر شيكات يبدأ أنه هو يصرف من حسابه بواسطة الشيكات بشكل بسيط وشكل سريع إذن أنا لازم يكون لي حساب جاري في البنك عشان أقدر أوقع على شيك واتجيل شخص سداداً لدين علي لازم يكون لي حساب جاري في البنك اللي بنسميه current account current account هو الحساب الجاري يبقى مش أي حد ليه حساب في البنك يبدأ أنه هو يبقى معاه دفتر شيكات حضرتك لو عندك حساب في البنك لكن حساب توفير يبقى معك دفتر شيكات لازم يكون current account لازم يكون حساب جاري أنا عشان أسد مبلغ دين علي وانا ليه حساب جاري في البنك البنك بتجيني دفتر شيكات أوقع على شيك بالمبلغ اللي أنا عايز أدفعه لإداء أو لصاحب الدين وبتجيله الشيك ببساطة بيتوجه للبنك الشخص ده وبيبدأ أنه هو يصرف الشيك من حسابي البنك بيعمل إيه؟ مين اللي موقع الشيك؟ استاذ محمد استاذ محمد هنسحب من حسابه مبلغ ونحطه في حساب الشخص التاني اللي جايلي بالشيك أو ندهوله في شكل نقدي عادي جدا هم حاجة أن الطرف التاني بيحصل على الدين بتاعه البنك بياخد منه الشيك ويديله المبلغ اللي أنا سددته عن طريق توقيعي على الشيك يبقى ديه ببساطة أن الشيك في شخص هيدفع في شخص تاني هيقبض الشخص اللي هيدفع هو المشتري اللي عليه الدين أو المدين الشخص اللي هيقبض هو الدائن أو البائع اللي لي دين معين وبياخد المبلغ بتاعه في شكل نقدي لكن عن طريق شيك ديه ببساطة الشيك بالخطوات بتاعته اللي بيبدأ الشخص يوقع عليه ويديه للشخص المستفيد هيبدأ الشخص التاني يتوجه للبنك يصرف الشيك ويحصل على المبلغ المستحق ليه نبص بشكل مباشر على طول على الشيك بتاعي ونبدأ نشوف خطوات الشيك بتتصرف ازاي الشيكات المرفوضة الشيكات اللي بتتحصل واطراف الشيكات وأنواع الشيكات يلا نبص على الداتا بتاعي أول حاجة بنتكلم عليها أدي وسيلة السداد النقدي التانية اللي هي الشك The shake اللي هو الشيك الشيك بتاعي The shake There are two types of shakes عندي نوعين من الشيكات نوعين من الشيكات النوع الأولاني هو اللي اتكلمنا عليه وإحنا بندرجش في بداية الحلقة اللي هو الشيك العادي الشيك الشخصي Personal shake الشيك العادي بتاعي الشيك شخصي شخص لي حساب جاري في البنك وهيبدأ أنه هو يكتب شيك ويمضي الشيك ده ويدي لصاحب الدين عشان يسدد الدين اللي عليه Personal shake Is a shake From the client Shaq book يا ترى الكلام ده بيعبر عن إيه بيقولني من الشيك ده نوع الأولاني من الشيكات Is a shake هو شيك From the client Shaq book من دفتر شيكات العميل اتفقنا إن أنا لو لي حساب جاري في بنك أقدر أكتب شيك ووقع على الشيك ده وأسد بي دين علي علشان دي تعتبر وسيلة من وسائل سداد الديون في شكل نقدي النوع الثاني من الشيكات هو البانك شك بانك شك is a shake from the bank شك book شيك تاني اللي هو شيك البانكي أو شيك المصرفي اللي كنا آآ بندرسه بشكل مستمد في منهج السكرتاريا باللغة الإنجليزية في الأعوام السابقة نوع من أنواع الشيكات الشيك المصرفي أو الشيك البانكي is a shake from the bank shake book هو شيك من دفتر شيكات الدانك وهنا هنرجع لبعض تاني عشان نتناول موضوع البانك شك ال personal check خلاص عرفنا معناه إيه وعرفنا أنه هو شيك عادي من عميل لحساب جاري في البانك بيبدأ يوقع على شيك ويوجه الأمر ده للبانك عشان يصرف المبلغ ده من حسابه لصالح المستفيد يا ترى إيه البانك شك البانك شك أن فيه شخص ملهوش حساب جاري في البانك وعايز يسدد المبلغ اللي عليه أو الدين اللي عليه بشيك طب أنا ما عنديش رصيد في البانك ما عنديش حساب جاري في البانك وعلي دين لشخص ما اشتريت منه بضاعة أو بسدله دين علي بمبلغ خمس تلاف جنيه مثلا أدلوا شيك إزاي طبعا وسيلة السداد بشيكات أأمن من وسيلة السداد النقدي لأن الشيك ده بيبقى شيك اسمي علي اسم الشيك ده لو تم فقده أو ضاع ممكنه إفصار في الشيك ببساطة وحافظ على حق الشخص صاحب الشيك ومعظم التجار في بعض الأحيان بيفضلوا التعامل عن طريق الشيكات تمام طيب أنا ما ليش حساب جاري في البانك وعايز أسدد المبلغ اللي علي بشيك أعمل إيه؟ أتوجه للبانك الشيك بكامل لأنا عايز أسدد بيه الدين اللي علي بخمس تلاف جنيه بدفع للمبلغ المبلغ بتاعي بدفعه للبانك والبانك بيديني شيك بمقابل المبلغ اللي أنا دفعته يعني إيه؟ يعني ببساطة أنا بشتري الشيك من البانك ده في حالة البانك شك إن أنا ما ليش حساب جاري في البانك يبقى البانك شك أو الشيك البانكي الشيك المصرفي ببدأ إن أنا أتوجه للبانك أنا كشخص علي دين علي دين بخمس تلاف جنيه مثلا فبدأ للبانك خمس تلاف واشتريت منه شيك بخمس تلاف جنيه يبقى ده كده الشيك ده منين؟ من البانك شك بوك الشيك دفتر الشيكات بتاع البانك نفسه الخاص ده البانك يبقى أنا ممكن أسد الدين اللي علي بشيك وأنا ما عنديش حساب جاري في البانك عن طريق البانك شك يبقى أنا عندي نوعين من الشيكات كلام ده مايتنسيش أبدا الشيكات العادية الشيك الشخصي اللي ليه شخص حساب جاري في البانك يبدأ يكتب شيك ويسد به الدين المستحق عليه النوع الثاني البانك شك أو الشيك البانكي أو الشيك المصرفي بيبدأ إنه هو الشخص بيشتري شيك من البانك ويسد به الدين المستحق علي يريد نركز في نوعين الشيكات وهندرس النوعين وهناخد أمثلة على النوعين لكن لازم في البداية نكون عارفين الفرق بين الشيك العادي والشيك البانكي أو الشيك المصرفي نخلي بالنا إن الشيك المصرفي ده بيوقع عليه اتنين من موظفي البانك المسؤولين عن الحسابات وقسم الشيكات داخل البنوك يبقى تاني الشيك البانكي البانك شك لازم يقوب بالتوقيع عليه من اتنين من موظفي البانك علشان يتم اعتماد هذا الشيك وصرفه بشك سليم نرجع تاني للتعريفين بتاعنا احنا قلنا عندي نوعين من الشيكات النوع الاولاني نمبر وان ده الشيك العادي وده بيبقى من ده من دفتر شيكات العميل النوع التاني البانك شك ده بقى بيبقى من دفتر شيكات البانك تمام كمل ادي النوع الاولاني النوع الاولاني personal شك شيك العادي شيك العادي شك ده الابريفيشن بتاع واللي بنقصين ده شباب chq ده اختصار لكلمة شك التعريف بتاعه it is appointed form هو مستند او صيغة مطبوعة signed by the drawer signed by the drawer بيوقع عليه الساحب مين هو الساحب الساحب هو المشتري اللي عليه دين معين بمبلغ محدد عاوز يدفعه بشيك فبيمضي وبيوقع على الشيك بعد ما بيملى بياناته بايده to the order of the pay مين بقى صاحب الاستفادة من الموضوع ده اللي هيقبض الفلوس ال pay او المستفيد يبقى اللي هيقبض مبلغ الشيك هو المستفيد والمستفيد ده هو نفسه البائع who receives the amount اللي بيقبض وبيستلم المبلغ from the drawy bank بيقبض المبلغ من البنك المسحوب عليه يبقى اطراف الشيك التلاتة قدامنا في التعريف بوضوح في السطر التاني مكتوب كلمة كده با بونت عريض مكتوب كلمة دراور دراور هو الساحب واتفقنا ان الساحب هو اللي عليه دين نفس الوقت ليه حساب في البنك فبيبدأ يكتب شيك وبيوقع عليه وبيديه للطرف التاني اللي في السطر اللي تحتيه على طول فاول كلمة في السطر التالت كلمة بالبونت العريب برضو كلمة باي ده المستفيد وده اللي بيقبض الفلوس من الطرف التالت اللي هي اخر كلمة في البنك في السطر الرابع كلمة دراوي وعشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا كملنا بعد كلمة دراوي بانك البانك المسحوب علي يا طرف ممكن شيك يتسحب على حد او جهة غير البانك لا طبعا لان اللي فيه ارصدة بيبدأ يصرف منها للاشخاص اصحاب الحسابات واصحاب الشيكات هو البانك فقط الجهة المنوب بها صرف الشيكات هي البنوك فقط مفيش مسحوب عليه غير البانك يبقى نقرأ التعريب بسرعة كده تاني يا شباب بسرعة كله انجلش اتز ابرانتد بصف ده تعريف الشيك العادي نبص على دول اطراف الشيك. اطراف الشيك الاولاني. نمبر وان دراور. دراور بغششك كده وكاتب لك بين قصين ان هو الباير. دراور اللي هو الباير. اللي هو المشتري. اللي عليه الدين. اللي ليه حساب في البنك وهيوقع على شيك عشان يسدد المبلغ اللي عليه من رصيده في البنك. يعني شخص. يبقى هنا في الشيك العادي شخص. هو اللي بيكتب الشيك. وبيوقع كمان عليه. لازم. يجب. لابد. لازم يكون ليه حساب جاري. لازم يكون ليه حساب جاري في البنك المسحوب عليه. البنك المسحوب عليه هو البنك اللي انا هوجه له الشيك عشان يتصرف من رصيدي وحسابي الجاري لدى البنك. يبقى مين هو? هو الباير. طب هو مين ان انجليش? ده بالنسبة للطرف الاول. طرف ينفعش يكون حاجة غير البنك. دروي هو المسحوب عليه? المسحوب عليه هو المكان اللي بيتصرف منه الشيك. وبالتالي ما عنديش مكان اصرف منه شيك غير البنك المسحوب عليه. شايف اول التعريف? هو هو البنك اللي بيدفع قيمة 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 الشيك. يبقى مين اللي بيدفع قيمة الشيك? ادروي او البنك المسحوب عليه. تمام? طرف التالت بقى. الباير. باير المستفيد. اللي هيقبض. السلغ هو البايع صاحب الدين. وده ما بيعملش حاجة خالص في الشيك غير انه بيستلم الشيك من الساحب. وبيتوجه دي للبنك عشان يصرف قيمته سواء في شكل نقود ياخدها فلوس او ممكن في بعض الحالات انه ينقل القيمة او المبلغ اللي في الشيك من حساب الساحب لحساب المستفيد في سواء نفس البنك او في بنك اخر طبعا وبيبقى في مقابل عمولة ممكن البنك ياخدها مني في مقابل انه يحصل لقيمة الشيك ويحطها لي في رصيدي اذا كنت في بنك فرع او بنك مختلف عن بنك الساحب payee او seller he is the person person شخص who receives receives بيستلب بيقبب بيحصل the amount of the shack قيمة الشيك يبقى تاني الطرف التالت هو ال payee ال payee هو السلم وده الشخص اللي بيحصل او بيقبض قيمة الشيك طيب نبص على الموضل بقى model of shack نشوف كده شكل الشيك الشكل بتاع الشيك bank shack لها ده الشيك العادي اللي قدامنا model of shack بعد شوية هنشوف البانك shack عندي البانك بياناته البانك name ويفيه الفرع كمان الشيك شيك نمبر ده راكم الشيك الديت ده التاريخ اللي تم تحرير الشيك في account number ده رقم حساب العميل في البنك نيجي للبيانات بالتفصيل pay two pay two pay two يعني ادفع ادفع اللي مين بقى ها لل pay pay اللي هو المستفيد نخلي بالنا بقى من الكلمتين اللي في اخر السطر دول order order او لأمره ايه ده بقى يعني ايه لأمره دي طيب نحتفظ بيها في الذاكرة عندنا لحظتين لغاية ما نرجع نوضح كلمة ادفعه لأمر او ادفعه للشخص الفلاني او لأمره يعني ايه لأمره دي بقى هنعرف حالا لكن نكمل the sum of the sum اللي هو المبلغ مبلغا وقدره هنا بنكتب المبلغ بتاعي بالحروف التفقيطة بتاعتنا وبعد كده هنا بلاقي مربع كده في كلمة اي جي بي وده واضح انه عايز المبلغ هنا بالارقام وهنا نرجع مع بعض تاني ونوضح موضوة pay to all order all order يعني لأمر الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ببساطة متناهية انا كتبت شيك وديته الشخص الشخص ده ليه عندي مبلغ 5000 جنيه كتبت شيك بمبلغ 5000 جنيه وديته له الشخص ده في شخص ثالث ليه عنده فلوس الشخص اللي انا اديته الفلوس ده الشخص c يبقى انا اديت للشخص c مبلغ 5000 جنيه بشيك في شخص ثالث اللي هو شخص صاد شخص صاد ده ليه عند الشخص c 5000 جنيه الشخص اللي انا اديته الشيك ممكن بدل ما يصرف الشيك يحول ملكية الشيك للشخص صاد الشيك اللي انا كتبته بمجرد اني وقعت عليه وديته للشخص سين اللي هو اللي انا بتفعله مبلغ مستحق علي اصبح الشيك ده مملوك للشخص سين ومن حقه يتصرف فيه اي تصرف يحلو ليه يعني يصرفه يحولو الشخص ثالث سدادا لدين عليه عاجي جدا بيعمل ايه ببساطة بيجيب ضهر الشيك وبيمضي عليه انه موافق ان الشخص الثالث اللي هو الشخص صاد ده يقبض من البنك المبلغ الخمس تلاف جنيه بالنيابة عنه ده اسمه لأمر يبقى انا الشيك لأمر يعني انا اديت شيك لشخص وهو برحته الشيك تحت أمره يحصلو سددو بيت تظهير كسدادا لدين عليه لشخص ثالث انا ما عنديش اي مشكلة انا كشخص لي حساب في البنك مش هيفرق معايا مين اللي هيقبض قيمة الشيك الشخص سين اللي انا بتجيله الشيك اساسا او الشخص صاد اللي هو الطرف التالت اللي ليهم علاقة ببعضهم علاقة مديونية وفي واحد فيهم عايز يدفع المبلغ المستحق عليه للشخص التالي يبقى ممكن نظاهر الشيك ده اسمه التظهير ليسا منه تظهير لان التوقيع المراجي بيبقى على الظاهر الشيك وده معنى كلمة التظهير او الاندورسمنت اللي هنبص عليه بعد لحظات ده معنى كلمة pay to order order يعني ممكن ندفع لأمر الشخص ده وقلنا ان ممكن نلغي كلمة order order بعمل سلاش بعمل شرطة عليها كده لو انا كساحب وانا بكتب الشيك قفلت الشيك وحطيت كلمة order order دي شطبطها يبقى كده مش من حق اي شخص غير الشخص سين اللي انا ديته الشيك انه ياخد قيمة الشيك ده يبقى انا كساحب ممكن اسيب الشيك مفتوح كلمة or order وممكن نلغي كلمة or order اشطب عليها وانا بكتب الشيك وبالتالي مش يبقى من حق الشخص سين انه يقوم بتظهير الشيك للشخص صد دي كلمات مهمة التظهير مصطلح مهم طبعا عايزين نخلي بالنا من الجزء ده تمام عشان ده بيفاهمني طبيعة الشيكات وطبيعة التعامل بالشيكات عشان بعد كده لما نبقى رجال اعمال بأمر الله وبكتب شيك ابقى فاهم طبيعة الشيك ومدى قانونية الشيك للتظهير او لالغاء التظهير وهكذا يلا نكمل يا شباب ونبص على الاجزامبل الاجزامبل بتاعي بيقول لي لديك البيانات الاتية ايه هي البيانات اول بيان عن الدرور مين هو الدرور ساحب يا مستر ساحب الشخص اللي علي الدين اسمه امر علي ده اسمه عنوانه تن سرور ستريت كايرو ده اسم الشخص الساحب نبص على الشخص او الطرف التاني لانه مش شخص او دروي او البانك دايما دايما بعد دروي هنلاقي كلمة بانك مصر بانك ده بنك مصر فجالة ده الفرع بتاعي في الفجال طبعا لازم يحددلي بنك وفرع لان البنك ده بيبقى ليه عدة فروع داخل الدولة وبالتالي لازم يحددلي الفرع اللي هصرف منه الشيك عشان ده طبعا بيبقى مكتوب في الشيك وبيبقى انا ليا حساب في الفرع ده وبالتالي باسحب الشيك بتاعي على نفس الفرع اللي انا ليا حساب جاري فيه الطرف التالت هو البي البي اللي هو المستفيد ده شخص ما عنديش مشكلة فيه عبدالله محمد ده اسم المستفيد يبا احنا عندنا دلوقتي تلات اطراف قدام عينينا مين هم دروض الساحب دروي المسحوب عليه البي او المستفيد نتذكر البيانات عشان نحطها ببساطة داخل الشيك بتركيز شديد نكمل طبعا هنا مجيني العنوان بتاع البي وان ال هدايك ستريت جيزة طب يا ترى عنوان البي انا هستفيد بيه في حاجة وانا بعمل الشيك في الموضل اف شك كان في ادرس ما كانش فيه ادرس ما كانش فيه عنوان ما كانش فيه بيانات خالص للمستفيد غير اسمه الشيك يا شباب ما فيهوش بيانات ما فيهوش عنوين ما فيهوش ارقام اه تليفون ولا ارقام فاكس ولا ايميل لانه مش رسالة ببعثها لشخص بيبقى فيها بيانات لا ده مستند خاص بمستندات السداد النقدي في التجارة الداخلية يبقى العنوان اللي قدامنا ده هو مدهولي في التمرين لكن انا مش استخدمه في الشك ولا عنوان درور ولا عنوان الباي الوحيد اللي انا عايز اعرف مكانه هو دروي لان ده فرع والفرع ده ليه مكان معين فبيبالتالي لازم اعرف الفرع عشان اتوجه للفرع واصرف الشيك بتاعي من الفرع باقي البيانات قدامنا سم ده المبلغ بتاعنا اللي احنا هندفعه بالشك المبلغ اي جي بي ده المبلغ بتاعي اللي انا بعد شوية هكتبه بالارقام وبالحروف ايوا هيكتب بالارقام وبالحروف يا شباب بعد كده عندي الديت الديت اللي هو التاريخ التاريخ تاريخ تحرير الشيك طبعا ده قدام عناية التاريخ في يوم خمسة اربعة سنة عشرين واحد وعشرين ايه المطلوب مني يا استاذ مطلوب مني ذا شاك مطلوب مني الشيك عايزين نعرف الشيك بتاعنا بياناته هتتعمل ازاي ادي ذا شك ادي الشيك ذي كل المستندات اللي اتكلمنا عليها قبل كده واتفقنا ان المستند هيجيلي مرسوم في ورقة الاسئلة وفي بعض البيانات هتبقى موجودة فيه منهم الشيك نمبر اللي هو ده منهم اكاونت نمبر اللي هو كمان ده يبقى عشان اللي عينه راحت على طول على الشيك نمبر وعلى الاكاونت نمبر يا مستر دول فين دول هيجو لك يا استاذ جوة رسمة الشيك اللي موجودة في الاسئلة اللي موجودة تحت المستند بالزبط يعني هنلاقي التمرين اللي احنا شفناه ومعاه على طول المستند ده مرسوم وانا مطلوب مني انقله لورقة الاجابة وكمل البيانات اللي نقصة فيه لما نفتح الكتاب المدرسي بتاعنا كتاب السكرتاريا باللغة الانجليزية على اي تمرين فيه شيك هنلاقي الشيك مرسوم كمستند بيانات مكتوبة جوة المستند محتاج مني اكمله البيانات فقط من البيانات اللي هنلاقيها مكتوبة جوة الشيك اللي جايلي مع التمرين الشيك نمبر اللي عنده مؤشر السهم ده والاكاونت نمبر اللي برضو عنده المؤشر وتحتك على طول الشيك نمبر دول حاجتين تحت راضيهم والاتنين هيبقوا موجودين في التمرين ده بالنسبة للشيك نبدأ باسم البنك والفرع فوق كده على اقصى اليسار بنحط اسم البنك وتحتها على طول بنحط الفرع البنك مصر بانك العنوان او الفرع فجالة ده الفرع بتاعي نيجي للديت الديت اللي هو التاريخ كان يوم كام اه كان يوم خمسة اربعة عشرين واحد وعشرين في الوسط زي ما كان الكاشر سيت او الايصال في الوسط كان فيه تعريف بالمستند اسم المستند بالبنط العريض في وسط المستند بتاعي كتبنا شك شك شيك او الكلمتين هيجولي مكتوبين بايتو ادفعوا ندفع لمن بقى يا ترى ده اسم المستفيد الباي عبدالله محمد ده اسم المستفيد لو ما لقيتش اسم المستفيد حطي لي اسم البائع ده لو ما لقيتش اسم المستفيد حاضر كمل معايا كده ده برضو هتجي لي مكتوبة يبقى انا هلاقي ايه باي تو اور اردر احط انا اسم الباي او المستفيد ولو ما لقيتش اسم الباي او المستفيد نحط السلر او البائع اللي هيقبض هو ده الباي في الحالة لو مش موجود باي في التمريب نفقط المبلغ the sum of the sum of مبلغا وقدر اوه نفقط المبلغ او المبلغ اساسا كان المبلغ اساسا من اي جي بي four thousand ده سهل خالص four thousand اي جيبشيان pound دي تفقيطة المبلغ اللي اعدنا الترمي الاولاني كتير نشرح فيها ونوضح فيها وخدنا امثلة كتير عليها وانا شايف مرضود لبعض الطلبة ممتاز في عملية التفقيط بيعملوها باحترافية عندي طلبة ما شاء الله بيعملوا تفقيطة المبلغ باحترافية اعتقد الطالب اللي نجح في عملية تفقيطة المبلغ طالب متفوق والطالب التاني اللي مكسل او بيبقى يعني كسلان شوية او الموضوع تقيل عليه شوية عشان ما حاولش فيه وبيبعد عن تفقيطة المبلغ اعتقد انه ما ينقصش حاجة او ما يقلش حاجة في المستوى عن الطالب المتفوق اللي فقط للمبلغ ببساطة مش عايز حد يسيب لي تفقيطة المبلغ في الامتحان يا شباب احنا بنحاول بقدر الامكان نجيب درجات ممتازة في المواد بتاعتنا عشان نسبت لنفسنا ان احنا جديرين بان احنا ندرس مواد زي السكرتاريا باللغة الانجليزية ونبقى ممتازين فيها وكلغة ننمي المهارة بتاعتنا في اللغة وده اللي تعاهدنا عليه في بداية تعاملنا مع المادة يبقى مش عايز حد يعمل موضوع تفقيط المبلغ تفقيط المبلغ للطالب المتفوق اثبت لي واثبت اللي بيصحح ورقتك ان انت طالب متفوق طيب يبقى تاني ده ده التفقيطة بتاعتي اخر حاجة سينيتش ده توقيع بقى توقيع الساحب مين الساحب امر علي ده توقيع الساحب تمام ده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية الاندورسمنت اندورسمنت التزهير يعني ايه تزهير يا مستر يعني انا هنقل ملكية الشيك لشخص تاني غير المستفيد مين اللي من سلطته ومن حقه ينقل ملكية الشيك لشخص تالت هو المستفيد مينز ترانسفير معناه تحويل الاندورسمنت تحويل ملكية الشيك هزميم بيوقع باسمه على ظهر الشيك بيوقع باسمه فقط لا بيبقى فيه كمان تاريخ للتزهير ولازم تاريخ التزهير ده يكون تاريخ لاحق للتاريخ اللي كتب فيه الشيك اللي هو date of writing أو date of drawing نبص على النوت فيه ملحوظة كده نخلي بالنا منها مين هو الاندورسر الاندورسر هو المستفيد الأصلي المستفيد الأساسي اللي اسمه كان موجود على وجه الشيك مين الطرف التاني طرف التاني the and of c ده بقى المظاهر إلي is the new pay ده المستفيد الجديد يبقى أنا عندي هنا اتنين مستفيدين في حالة التزهير في حالة التزهير هناك مستفيدين مستفيد أصلي اسمه على وجه الشيك مستفيد جديد اسمه على الظهر الشيك نبص على الإجزامبل you have the following data لديك البيانات الآتية أول حاجة drawer drawer اللي هو الساحب تامر يوسف 20 نهية ستريت جيزة دروي ده المسحوب عليه وده دايما ايه أيوة دايما بانك دروي كايرو بانك اورابي ده البانك والفرع بايي أيمن محمد ده اسم المستفيد وان امرانية ستريت جيزة ده كمان عنوانه والله يا مستر خلاص انت كنت هتضحك علينا المرة اللي فاتت ودتني عنوان وانا ما استخدمتش العنوان يبقى انت حتى لما تديني عنوان بعد كده في التمرين بتاع الشيكات انا مش هستفيد بالعنوان بحاجة دولة تلت اطراف بتوعي سم ده المبلغ بتاعنا بقى يا شباب مبلغ بتاعنا اي جي بي ايت ساوزند ديت طبعا ديت اف دراوينج ده تاريخ التحريف ديت يوم تمانية وعشرين تلاتة عشرين واحد وعشرين تونتي ايت ثري تونتي تونتي وام ريكوارد نومبر وان ذا شك اول مطلوب عايز الشيك ايه ده مستر ده فيه مطلوب تانية مستر ايوة اندورسمنت ده عايز تزهير ذا شك عايز يظهر الشيك تو هسام هسني ده المستفيد الجديد بقى اون ثارتي ثري تونتي تونتي وام نبص كده قبل ما نبص على الشيك بص كده التاريخ التحرير يوم تمانية وعشرين تلاتة بص تاريخ التزهير يوم تلاتين تلاتة يبقى حضرتك ببساطة ممكن ما تطلقبطش ما بين التاريخين اللي في التمرين ببساطة التاريخ التحرير اللي هيبقى على وجه الشيك تاريخ صغير اقل سابق التاريخ الجديد اللي هيكون في الاندورسمنت او التزهير ده تاريخ لاحق لتاريخ تحرير الشيك يلا نبص على الشيك ذا شك اول حاجة هنحط اسم البانك كايرو بانك ده اسم البانك قرابي ده الفرع بتاعي الديت التاريخ الصغير التاريخ الاقل عشان ما ننساش او نطلق بط 28-3-20-21 شك نمبر والاكاونت نمبر بيقولي مرسومين جوه المستند بدون اي تعب مني بنقلهم فقط وانا بنقل المستند لورقة الاجابة في الوسط تعريف بالمستند ده ايه ده شك ده شيك بعد كده pay to pay to order order نخلي بالنا من كلمة order order عشان هي اللي هتديني الحق في تظهير الشيك pay to هنحط اسم ال pay ye المستفيد ايمن محمد or order ماشي يا مستد the sum of مبلغا وقدر نفقط المبلغ المبلغ كام هنا ايجي بي ايت ثاوزند طب يلا نفقطه ايت ثاوزند ايجيبشان باوند دي تفقيطة المبلغ طب ما نكمل كده سينيتشور الساحب بقى هو تامر يوسف حصل ايه حصل ان ايمن محمد ده قام بتظهير الشيك يوم تلاتين تلاتة لواحد جديد اسمه حسام حسني التظهير بيبقى فين التظهير بيبقى على ضهر الشيك يبقى اللي احنا شايفينه دلوقتي ده هيكون على ضهر الشيك التظهير P2 اده تاني ما كان فيه على وجه الشيك P2 اه ده P2 اللي كانت على وجه الشيك اللي هي دي يا شباب P2 دي دي كانت للمستفيد الاصلي لكن P2 التانية دي للمستفيد الجديد والاولانية على وجه الشيك والتانية على ضهر الشيك حسام حسني ده المظهر اليه ده هو كمان حسام حسني ده لحق انه ينقل ملكية الشيك تاني اه طالما هو المالك الجديد للشيك مين ده ده المستفيد الاصلي لازم يوقع باسمه ايمن محمد ده اسمه ده اسمه وتاريخ التظهير نلاحظ حاجة بقى نلاحظ حاجة هنا تايته مين ايمن محمد لازم ايمن محمد ده يجيلي بنفسه طب ما جاش بنفسه يعمل تظهير للشيك مين اللي ليه حق يقبض الشيك ايمن محمد لكن لما عمل التظهير ده ايمن محمد ده مضى اهو وحول الشيك لمستفيد جديد هو حسام حسني اذا اصبح اللي ليه حق دلوقتي في تحصيل قيمة الشيك هو حسام حسني ده ده بالنسبة للاندورسمنت لاحظنا ايه يا شباب لاحظنا ايه لاحظنا ان الشيك بتنتقل ملكيته بالتظهير وفيه مستفيد اصلي اسمه موجود على وجه الشيك بعد كلمة تايتو فيه مستفيد جديد اسمه موجود على ظهر الشيك بعد كلمة تايتو برضو بعد ما المستفيد الاصلي وقع ونقل ملكية الشيك للمستفيد الجديد نخلي بالنا من موضوع المستفيد الاصلي والمستفيد الجديد ده بالنسبة للجزء الخاص بالشيكات كلمنا النهاردة عن البرسونال شاك الشيكات العادية او الشيك الاسمي او الشيك الشخصي طبعا الشيك ده بيبقى صاحب الشيك ليه حساب جاري في البنك بيقوم بتوقيع الشيك وطبعا بيديه للمستفيد اللي بالتتابع ممكن ينقل ملكية الشيك لمستفيد جديد عن طريق عملية التظهير نتمنى ان الشيكات اللي تكلمنا عليها النهاردة تكون خفيفة علينا وسهلة جدا وبسيطة في مذاكرتها لو ركزنا في الحلقة هنلاقي الموضوع سهل دي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة نشوفكم بامر الله في حلقات قادمة مع مادة سكرتاريا باللغة الانجليزية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته